السلام عليكم انا لمياء زكريا النهاردة جاي لكم بكوكز التحينة الجميل ده حاجة كده بسيطة والسهل جدا في 10 دقايق نقدر نحضر 12 قطعة كوكز ينفع جدا في سنايك بالنهار ينفع لمرضى السكر ينفع للناس اللي بتعمل دايت هو اقتصادي وكمان المكونات بتاعته بسيطة ان شاء الله متواجدة عندنا في البيت وعايز اقول لكم انه بجد كان طعمه طحفة خصوصا هو لسه طالع من الفرن كده ودافي والشوكلة فيه صيحة فكان جميل جدا يلا بينا كده نشوف المقادير بتاعتنا وان شاء الله هتكون مكتوبة في صندوق الوصف معينا كده في البولة بتاعتنا بيدة بدرجة حرارة المطبخ ومعينا كمان فانيليا سيلة معلقة كده صغيرة او رشة فانيليا عادي اللي متواجدة عندنا مفيش مشكلة ومعينا تقريبا كده تلاتة معلقة كبيرة عصل ابيض انا كان معايا اخر كده معلقتين في البرتمان ودفتهم شوية علشان اقدر استخدمهم ومعينا تلات معالق كمان كبيرة تحينة تحينة بقى بيتي او تحينة جاهزة براحتكم ومع علاقة صغيرة كده زبدة فول سوداني ونبتدي نقلب المكونات كويس جدا مع بعض التحينة مع العصل الابيض مع زبدة فول السوداني بتدي طعم للكوكز او للبسكود بجد جميل جدا جدا نبتدي بقى نقلب زي ما احنا شايفين وحطيت اول نص كباية دقيق شوفان بلاشت حطت شوفان دفع واحدة لاني طبعا انواع دقيق شوفان بتختلف من حد للتاني فنحط كده اول نص كباية ونبتدي نقلب زي ما احنا شايفين كده مع بعض وبعدين هتحتاج معايا تاني برضو نص كباية لكن مش هحطها كلها يعني تقريبا كده كباية الا ربع دقيق شوفان شايفين كده معايا وابتدي بقى اقلب المكونات كويس جدا مع بعض هتلاقوها ان هي بتلزق في اليد شوية انا هنا كنت نسيت ربع معلقة البيكينج سودا رجعت طبعا حطتها على المكونات لما افتكرتها وابتديت بقى اقلب المكونات بتاعة الكوكس بتاعتنا وزي ما قلتلكم هي هتكون طرية شوية بتلزق في اليد ممكن بدل البيكينج سودا بيكين بودر بس البيكينج سودا هيخليها هشة اكتر من جواه وعندنا بقى شاكلت شيبس كده اللي هي الدارك بتاعتنا او حتى قطع الشوكولاتة ونكسرها كده صغير ونبتدي نقلبها مع الكوكس وممكن على فكرة نستغنع العسل الابيض لكن العسل مع التحينة بيدي طعم جميل جدا وما تقلقوش هنا اللي التشوكولات معنا كان الداركو وهنا العسل بتاعنا ما كانش بكمية كبيرة فالكوكيزة كده طالعة صحية وكمان سعراتها قليلة زي ما احنا كده شايفين مع بعض بقى هنبتدي هنا نعمل قطع الكوكس تقريبا كده قد بعضها بالمعلقة الصغيرة هيتلعوا معنا 12 قطعة انا في المرحلة دي سخنت الفرن رفة اوسط على درجة حرارة تقريبا 170 او 160 هتاخد بالزبط معي 10 او 12 دقيقة حد اقصى اول ما تبطي تتحمل من تحت هنقفل الفرن ونسيبها جواه لغاية من كده ما تتماسك وتبقى جميلة طعم الكوكس بتاعنا هنا بيكون طري يعني هو مش مقرمش ومش ناشف لا هو بيبقى طعم الكوكسية كده طرية جميل جدا زي اللي هو الجاهز كده واجمل بكتير شايفين هو قد ايه بسيط وسهل معنا وزي ما قلت لكم المكونات بتاعته يعني حاجة صغيرة كده وان شاء الله بكون متواجدة عندنا وهنا بقى بعد ما طالع من الفرن اخد بالزبط معي 10 دقايق لونه جميل وطعمه كمان طحفة والشوكليت كانت صيحة كده جواها وطعمه مش مسكر قوي بالعكس يعني هو كده طعمه متوسط طبعا اللي بيحب وعايز يزود شوكليت اكتر حاجة ترجع لكم اتمنى يكون الفيديو اعجبكم اشوفكم رسوك جاي على خير اشتركوا في القناة